دي وجبة مشباعة ولذيذة وتقدروا تعملوها بطريقة وطعم مختلف كل مرة عملتها ببطاطساية كبيرة غسلتها كويس بعدين خرمتها كذا خرم بالشوكا ودهنتها بالزيت والملح والفلفل السود كويس من كل حتة حطيتها بعد كده على شبكة فرن وكنت مسخنه على 180 بتاخد في الفرن حوالي ساعة طلعتها لما بقت الشوكا تدخل فيها بسهولة جدا كده فتحتها بالسكينة من النص وتبلتها برضو بملح وفلفل السود وزودت مكعب زبدة صغير وشوية جبنة متصرلة وبالشوكا كده هرست البطاطس وهي لسه سخنة وسيحت بسخونيتها الجبنة والزبدة وهنا بقى تقدروا تضيفوا اي حاجة وكل مرة تعملوها بطعم مختلف هكتب لكو ايه اكتر حاجات انا بحب اضيفها